السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوع اليوم عن مجموعة من الأمور متشابكة فيما بينها هناك مؤثرين لدينا ضمير ورسالة بغينا نبدلوا بزافة الحويش في اليوتيوب ويضون واحدة لا تصفق خاصنا مجموعين ومتاحتوا ضد النصب اللي كان ومن واجبنا نبهوا الناس ولكن في نفس الوقت نعطيهم البديل مشكلة جيفواي وبيع القنوات النصابة ولو كربحوا أموال خيالية عن طريق النصب على الأغبياء ونسميهم أغبياء لأن حتى اللي ما أعطاهش الله عقل يفكر به يستعن بعقول الناس لكيفهم حسن منه واش قد فكروا بعقلكم كيفاش نعطي لصاحب قناة مبلغ مالي باشي حط رابط قناتي عنده واحد النهار انتو مالي كتساعدوا النصابة ينصبوا عليكم واش كي حسب لكم المتتبعين عندهم القرون انا كمتتبع لوحد القناة مشي بالضرورة انشترك عند شخص غير حيط صاحب القناة حطه عنده وكيف هو واحد غير صيب قناة ويدخل لها مشتركين تبعوه ويبيع لي قناة ديالو شكونك يضمن لي ان هادوك المشتركين غير يحجبهم المحتوى ديالي ويبقوا عندي ركير بحوملين صحيحة على ظهركم مع ان الحل بسيط وسهل باش كل شي يطلع قناته انا اعطيكم الحلول اولا مقاطعة جميع القناوات اللي كتدير الجيفوي اللي يبغى يديره ياخذ من ارباح قناته ويعطي هدية لواحد من المتتبعين ديالو عرفانا منه بالجميل باركة من استحمار العقول واستغلال الناس هدك اللي دار قناة يعلم الله ظروفه كيف دايرا وانتوما كتاخدوا منه عرق كتافه هو دارها باش يسترزق الله وانتوما كتمسوا اللي يدموا هو باقي التمبدة ثانيا اللي ستسمع هذا الفيديو ويمشي عند صحاب القييفوي يضحكوا عليه ما يجيش يبكي علينا يضبر راسه اللي يعطى راسه للحجام يستحمل الحسان اللي ستدير له في راسه وغير كتشوه راسكم اللي كتديروا في المنابر الاعلامية صحاب القييفوي ما ضربوكم مش على يديكم انتوما اللي طماعين وتبعتو كداب ثالثا ندروا اليد في اليد ونعاونوا بعضنا باش كل شي يطلع سواء قناتك صغيرة او متوسطة او كبيرة كل شي غا يشارك اه غا نقسم القناوات الى قسمين قسم عنده مونتادة وقسم عنده شمونتادة بالنسبة الناس اللي ما عندهم شمونتادة يتبت في كل فيديو تعليق دي القناة سواء صغيرة او لمتوسطة او كبيرة باش المشاركين اللي عنده يدخلوا عند هذيك القناة اللي يتبتها تحط عندها القناة اللي ببرتاجاتها اما اللي عنده منتادة فالامر سهل كل نهار غا يحط قناة عنده وهذيك القناة اللي غا يحطها تهيه تحط عندها يعني دونون دونون اللي غا يفيد غا يستفد ما غا يفوت شهر حتى كل شي هاد القانوات غا يكبروا ويتبادلوا المشاركين وبهالطريقة سوف يترزموا شوية ويتبتو ويقنعوا شوية راهم ولو بحل شني ولا ميهنو تيمصود بنادم وبهالطريقة ما غا نحتاجوش نشريو قناة جاهزة لاننا غا متعاونو كاملين وكل شي غيربح وهذا الكلام موجه القناوات ذات لمحتوى الهادف ماشي قناوات تفاها رابعا هالطريقة غا تحفظ لكم ماء الوجه لا تبقى طلبة رعيب تدخلوا الفيديو وفيه موت او مصيبة وتلقى في التعليقات واحد يطلب الناس يدخلوا القناة وما بغيتش نبقى نشوف شي واحد يطلب شي حد او يحرجه تقدر انت قناتك تعجبني ولكن واحد من الفيديوهات ما عجبنيش اذا ما تحرجنيش انا باش نحطه وما تطيحش بقيمتك بغينا كل شي ينجح قناته وهو حافظ ماء وجهه وكان عاون نكرر هذا الموضوع يعني يطبق على جميع القناوات سواء صغيرة متوسطة او كبيرة مفعله او ما نفعله تا واحد ما عنده العذر ما يتعاونش ونحيضه منا الانانية وحب الدات يقولوا خلاص ما غا تعطيش من جيبك او انا غا تعطي من جيبي اذا نعاون وتنتا غا تلقى اللي عاونك نعاونك وعاونني ومن حقك تنتاقدني ونتاقدك فالاختلاف لا يفسد للودي قضية اشنو فيها الى كل شي ينجح والارزاق لها مقسمة في سما ومن اللي كان انتاقدك بشي معناها ما كان حملكش او حازدك انما شفت فيك عيب وانت شخص مؤتية غيتبعوك ناس ويقلدوك اذا منواجيبي نهضر وانتاقد ما تلومنيش حيتنتاقدك انت من حقك تنتاقدني بكل روح رياضية خامسا قبل ما تفتحوا اي قناة قرأوا القوانين وشورط اليوتيوب حيث راه ممنوع انك تذكر واحد الكلمات في التعليقات بحل مثلا ادعمني اشترك معي هذه الكلمات راه محضورة وتقدر توقف لك تفعيل القناة خلاصة القول انتوما بيديكم الحل انتوما اللي كتساعدوا النصابة مع انه دورنا جميع انعودوا لهم ترابي تبارك الله يأخذوا اموال طائلة من اليوتيوب من الانستقرام اشارات بيع القناوات وتجدوا طموحة في 500 درهم الواحد مسكن مصيب تما يأكل علما ان دعم القناوات كيديروه ما بين 500 حتى 3000 درهم لكل قناة يعني في يوم واحد ممكن يربحوا 30 مليون وعيقوا وعيقوكم الى بغيتو تعيقو امر اخير هو انه كي تطلع قناتك ليس تنشري انا قناة جاهزة ومفاعلة لا كي تطلع قناتك تدير محتوي اللي يشد الناس محتوي يشدهم شوف شنو المحتوي انت غادي تجرب ارا غا تدير مثلا اليوم فيديو على موضوع غا تديرو على طاب شوف انت هادوك الناس اللي كيتبعوك شنو الحاجة اللي طارتهم فيك واش انت غا تبين وجهك مثلا اعجبهم وجهك تابعينك على قبل عندك واحد الكاريزما تابعينك على قبلها او لعندك واحد الصوت كي يجدبهم او عندك واحد الفصاحة او 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 المحتوي المحتوي الذي يجدهم ان الناس او لعندك اذا ستخدم على المحتوي الناس وفعال نفس الوقت ولا تفكر انك تطلع ضغير deven toothpaste هذه القناة واحد اخر تن behaviors يجبا هذه القناة فقط هذا الربح لا تفكر أنه لا يوجد اليوم وغدا سوف تقولون لديك فيلا سوف تقولون المشكلة للمشكلة للمشكلة من قنوات التفاهى القنوات التي تقولون للناس أنه دخلون اليوتيوب لا تقرأوا الوالو و سوف تقولون لديكم فيلا و لا نعرف ما سوف تحرمون من هذه القنوات لا تحسن منها الله سبحانه وتعالى تقسم الأرزاق تتخلق في كرشمك و أنت تقسم لك الرزق من يوم ميلادك إلى يوم وفاتك الله يزيد كل واحد الله يسهل على كل واحد و إنما تلوح فكرة للناس هو أنه سوف تفتح اليوتيوب و سوف تربح الأموال الطائلة ما لديك الشخص يفتح القناة و لا يلقى شيئا ما يقال عليه السيد يدير شيء يحويج ليجذبوا الناس وهي الأمور اللي نشوفه في بعض النساء اللي يديروا الروتينات اليومية اللي يبينوا على العورة و يبينوا على أجساد اللي يقول الكلام دون المستوى و كلمة نابية لكي يجذب الناس كي يظن أن التندانسي اللي طلعت لي هلا ما عارت فين وصلتي راي اللي طلعت لي بشوه رايك ما وصلتي الوال و رايك يشوه تراسك و ما تنساش أنك رايك ماشي بوحدك إنما معك ناس راي عندك عائلتك رايك تشوه بواليدك أو رايك تشوه بولادك و لا يذكره غده غدين يكبروته و ما غدينوا مستقبلهم و غدين الناس يعيروهم بك انتا إذاً غدين نقدموا هذا المحتوى اللي ما يخليش صورة ديالي أمام أي شخص تهتز و ما كيش مبرر لا حق الفقر خلاني ندير لا ما كيش الفقر خلك الدير انت ما عندك ش ضامار و ضامارك ولي ما خلكش الدير حيث ما عندك ش ضامار اللي غدين بك ما كانش انتا عندك هدف هو المادة يعني بغيت نوصل لواحد الحاجة كيف ما كانت الطريقة إذا كم ما قلت كل واحد يحاول يخدم على المحتوى دياله يشوف شنو الحاجة اللي كتجد بالناس اللي رغا تلقى مثلا جوش القنوات عندهم نفس المحتوى ولكن كيختلفوا أصحاب القنوات في الطريقة نعطيكم غير ميتان نعطيكم غير ميتان لديك كرسات كيبيعو تفاح واحد عنده كيعطيه لك بلاستيك واحد ما كيعطيك شخي يقول لك وش عندك شي عاجة فاش نحط لك إذا هنا هذا فات الأخر بواحد الحاجة أش كيتما لسيرويس أبريضانك خدمة ما بعد البيع إذا هنا راه القناة انت كتبيعها كتبيعها مش كتبيعها تاخد فلوس واي إنما كتبيع الصورة ديالك تحسن ذلك الصورة وفيديو عن فيديو يكون واحد تجديد ويكون شي حاجة اللي غتخلي الناس يجيوا عندك وما تستبقش الوقت بشوية عليك اللي يربحتيها قول بسم الله راكين اللي كي يربحها ألف درهم في الشهر ودير بها الخير والخمير علاش عنده حد القناة وربتي بارك لي فيها لأنه ما تدير شي حاجة اللي كتخالف القوانين سواء الإلهية أو الوضعية إذا بشوية عليك ونديرو اليد في اليد كاملين إن شاء الله وكل شي يطلع وكل شي ينجح ونحيدوا منا الأنانية وحب الدات وشي بغي يحيد شي منطرق وغدي نرجع بين قوسين را مليك انتقدوا شي قناة را ماشي حسداً وإنما را قناة دارت شي عيب وعيب خطير لأنه عندهم متتبعين وكين ناس وكين شباب وكين أطفال كي قلدوهم هذا هو موضوع اليوم كنت من يكون نال إعجابكم خليوا لي التعليق ديالكم ورأيكم في الموضوع اللي عنده شي فكرة مرحباً نزيدوا بها القدام وشكراً لجميع المتتبعين وجميع المشتركين القدامة والجدود وجميع المشاركين الأوفياء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكراً شكراً